قتل خمسة أشخاص جراء انفجار في مصر للصواريخ والمتفجرات بمنطقة المداع في ضواحي العاصمة أنقرة وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع التركية التي استبعدت أن يكون الانفجار عملا إرهابيا للحديث عن تفاصيل هذا الانفجار نرحب بمراسل المشهد من إسطنبول ربيع لصوب أهلا بك ربيع هل لديك تفاصيل إضافية حول هذا الانفجار نعم وفق المعطيات الأولية هذا الانفجار جرى نتيجة تفاعل كيميائي غير متوقع في ورشة لصنع المتفجرات نتحدث عن شركة تعمل في هذا المجال منذ عام 1950 شركة صناعة الآلات والكيمويات وهي متعاقدة مع الجيش وتورد للجيش الذخائر والأسلحة الخفيفة والأسلحة الثقيلة أيضا والمواد المتفجرة ومثلما تورد ذلك للجيش فإنها تورده أيضا لوزارة الداخلية خمسة قتلى جميعهم من العمال ولا يوجد أي جريح بحسب المعطيات الأولية المفاوضات أو التحقيقات لا تزال جارية في هذا الصدد أيضا وبحث عن سبب الحقيقي للتفجير مع استبعاد فرضية الهجوم الإرهابي منذ البداية نتحدث عن منطقة محصنة عسكريا صناعية لا يدخلها أي شخص بسهولة حتى أن أقارب الضحايا أو أقارب العمال الناجين من الانفجار لم يتمكنوا من الدخول إلى المدينة الصناعية بسبب التشديدات الأمنية التي فرضت ولإسطنبول واصف شهين قال إنه بحث وراء جميع التسجيلات تسجيلات كاميرات المراقبة وظهر أن الانفجار كان غير متوقع في منطقة لصنع المواد المتفجرة وهو استبعد نظرية العمل الإرهابي وهو ما يذهب إليه جميع المسؤولين الأتراك في هذه اللحظة لكن هذا الحادث من الحوادث النادرة التي تحصل في تركيا خصوصا نتحدث عن منشأة للصناعات الدفاعية التي تعمل عليها أنقرة كما تفضلت كنت تساءل إذا كانت تركيا شهدت حوادث مماثلة وعن موقع هذا الحادث هل هو قريب من أماكن السكنية يمكن أن تطال أضرار هذا الانفجار بعض المناطق السكنية نعم الانفجار وقع في منطقة صناعية هو بعيد نسبيا عن المناطق السكنية وهو ما دفع الشرطة لتعزيز تواجدها خوفا من حصول تقدم للناس إلى هذه المنطقة الصناعية وخشية من حدوث انفجارات ربما تكون لاحقة في هذا المكان هذا التفجير في الصناعات الدفاعية يعد نادرا الحوادث التركية أكثر ما تحصل في المناجم قبل عدة أشهر سقط أكثر من أربعين قتيل في حادث انفجار داخل منجم لكن حوادث الصناعات الدفاعية عادة ما تكون نادرة وهي محاطة وممنوع التصوير فيها ولا يستطيع أي شخص الدخول إليها بسهولة بالتالي هذا الحادث لا يمكن أن نقول أنه حادث مكرر حصل في تركيا ولكنه أسفر أيضا عن وقوع خمسة قتلى ونازم توقع مزيد من الضحايا أقفلت السلطات حصيلة الضحايا على هذا الرقم بانتظار التحقيقات وتقرير المدعين العامين الذين عينوا من قبل وزارة العدل للبحث في هذه القضية نعم يعني نريد التحقيقات الأولية لغاية هذه اللحظة الربيع تظهر أن هناك تفاعل كيماوي ومواد كيماوية هي التي أدت إلى هذا الانفجار بالضبط هو تفاعل كيميائي ظهر على كاميرات المراقبة غير متوقع يبدو أنه فاجأ العمال وأسفر عن خمسة قتلى في مكان الانفجار انتشلت جثثهم جميعا بحسب السلطات لا وجود للجرحة وتم انتشال جميعا للجثث نعم واضح شكرا ركا ربيعا لصعوب مراسل المشهد كنت معنا من اسطنبول على جميع هذه التفاصيل ترجمة نانسي قنقر